نبع السلام عملية تركية قيل إنها شنت بالأساس لإقامة منطقة آمنة شمال شرق سوريا تسمح بعودة اللاجئين إلى بلدهم إلا أنها ومنذ بدايتها أحدثت موجات نزوح كبيرة جداً للمدنيين الذين يعيشون في المناطق وتسببت بإفراغ مدن بكاملها من سكانها وذي حسب مساعد مدير مشروع منظمة الصحة العالمية عمار شاكر فقد نزح عدد كبير من أهالي رأس العين وكوباني شمال شرقي سوريا نحو قرية تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة على طريق الدولي الذي يبعد نحو 30 كيلو متراً جنوبية الحدود السورية التركية وهم يعيشون ظروفاً قاسية كان نشتغل براس الأين ومخيم المبروكة طبعاً نتيجة تصليل العسكر هناك انتقنا لا تل تمر ولا الحسكة حالياً نقدم خدمات صحية أولية للنازحين سواء كانوا بغواحة مدينة تل تمر أو داخل المدارس طبعاً الأدوية موجودة عدنا بشكل كامل ممكننا استقبال كافة أنواع المرضى عدنا موجودة كمان مركز بتل تمر افتتحنا اليوم الحالات المستعصية الموجودة بالمدارس أو بالريف بمكان يجع على مدينة تل تمر وعلى المركز موجودة عدنا يقدمونهم كافة أنواع الأدوية والرعاية الصحية لجنة الهجرة النيابية أكدت أن الواجب الإنساني يحتم على الجميع استقبال اللاجئين السوريين نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة القصف التركي وأن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تنسقان لاستقبال العوائل اللاجئة وتوفير كافة المستلزمات لهم وبحسب المنظمات الإنسانية إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا بسبب العمليات العسكرية التركية الحالية وهم يعانون ظروفاً معيشية صعبة حيث تم إيواؤهم في مدارس القرية وتقدم الرعاية الصحية بشكل كامل للمرضى من النازحين ترجمة نانسي قنقر